اشتركوا في القناة ورزن تيفل اوتو بريك وبعض اجزاء دور يباني ويضا نيجي مع الموديوم هارد ديسك خارجي بسعة 40 جيجا والفايدة من هارد ديسك هو انك تقدر تخزن جزء من العابك عشان يسرع التحميل والقطعة ايضا تقدر تشتريه مع بند الفاينتون فانتيسي 11 اولاين وكانت اللعبة كاملة مخزنة داخل الهارد ديسك الخارجي جهازة جيم كيوب كان له ثلاثة منافذ غريبة تحت الجهاز الاول تقدر تشبك فيه قطع حق الشبكة عشان تلعب اونلاين مع العالم او شبكة منزلية عشان تلعب ما اللي حولك في البيت اما المنفذ الثاني هو حق جيم بوي بلاي عشان تلعب لعاب الجيم بوي على الجيم كيوب والمنفذ الاخير هو حق المطورين لتطوير لعاب الجيم كيوب جهازة نيتندو 64 كان فيه منفذين مختلفين الاول كان فوق الجهاز ويكون في له الرام الاساسي للجهاز وبعد فترة من نزول الجهاز صدر له اكسبانشن باك وهي عبارة عن قطع تزيد ذاكرة الرام للجهاز وبالتالي تخليه يعرض الرسوم في الالعاب بشكل افضل والمنفذ الثاني استخدمه فقط لجهاز الديدي وهو كان عبارة عن جهاز يشغل اشرته خاصة لالعاب 64 بدلا من شريط الكاتريج ويشغل الالعاب بشكل افضل وصدره فقط في اليابان وفشل جهاز السوبر نيتندو كان ايضا يوجد منفذ من تحت الجهاز مثل الجهاز النيتندو 64 ويضا كان ممكن تركب عليه قارئة السي دي ولكن المشروع السي دي على الجهاز توقف فجأة وكان بيكون فيله شراكة بين سوني ونيتندو عشان يشغلون العاب السي دي ولكن فشلت التفاقية بين نيتندو وسوني وعشان تعرف عن هذا القصة اكثر محمد سوى فيديو في القناة عن قصة سوني ونيتندو تلقى الفيديو فوق على اليمين الان ولكن نزل له قطعة اسمه ساتلايت فيو كان حق انك تتصل بالنت عن طريق القطعة وتحمل بعض الالعاب ولكن نزل فقط في اليابان وفشل بعد فترة جهاز بلاي ستيشن ون وكان له منفذ عجيب من خلف الجهاز والمنفذ هذا له سلك تشبك جهازين بلاي ستيشن ون وتلعبون مع بعض وكل واحد يقدر يشبك جهازه بشاشة خاصة يعني باقتصار هو أولاين جيل الطيبين وكذا نوصل لنهاية المقطع ان شاء الله عجبكم المقطع واذا عجبكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وكان معكم امران حازمي ومع السلامة اشتركوا في القناة